مشاهدين الكرام دعونا ننقل الآن نظرة على الصورة التالية التي لدينا ولا تحدث فيها البعض عن الانتخابات الجارية وإيضا نشهد إحصاءات لما حدث في انتخابات البلدية بتركيا أمام حضراتكم فرق الأصوات بين انتخابات 2019 وانتخابات 2024 عدد الأصوات التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية عامية 2019 و2024 العدالة والتنمية في عام 2019 حصل على حوالي 20 مليون صوت العدالة والتنمية في عام 2024 12 مليون ونصف مليون صوت يعني نتحدث عن أن هناك فرق كبير في عدد المصوطين لحزب العدالة والتنمية بين عامي 2019 وعام 2024 الناحية الأخرى حزب الشعب الجمهوري في عام 2019 حصل على 12 مليون 800 ألف صوت حوالي يعني في حين أنه في عام 2024 حصل على 13 مليون و900 ألف صوت أي أننا نتحدث عن زيادة حوالي مليون صوت بما ستعلق على هذه الأرقام انخفاض في عدد المصوطين لحزب العدالة والتنمية في حين زيادة طفيفة للغاية في عدد المصوطين لحزب الشعب الجمهوري نعم الحقيقة الأرقام تتكلم وحدها وهذه دعوة لقيادة الحزب يعني أن تراجع كثير من الأمور وتبحث في أسباب هذا التدني في الأرقام شكرا